السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتحدث عن كتاب المعاصر بالنسبة لمنهج الصف الخامس ماي شوبينج لست شوبينج لست شوبينج لست شوبينج لست بارة عن قائمة التسوق بيتزا كاروتس 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 هني اللي هو العصل تاني بيتزا كاروتس هني هني يوغرت الزبادي فول مدمس مهلبية اللي هي المهلبية فرنش فريز فرنش فرنش فريز بطوتس ايه مقلية شوبينج لست شوبينج لست قائمة الايه التسوق دينار 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 وقبة العشا انباك 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 بيفرغ الحقيبة كيوكامبرز 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 الخيار كوستمر كوستمر اللي هو الزبون لما بتدخل انت محلة تشتري حاجة انت بتكون الزبون والبائع بيبقى اسمه ماركت سيلر تمام انت كوستمر برغر 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 اللي هو الايه البورغر لكي 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 محزوز جريبز جريبز جوسي 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 كسير العصارة فريج 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 تلايجة كوكز كوكز كعك محلة برايس اللي هو الثمن ديزيرت ديزيرت تحلية اللي هي الحلويات اللي بتبقى بعد الاكل كابورد 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 خزانة او دولاب فريد اجز فريد فريد معروفة يعني مقلي و اجز بيض يبقى البيض الايه المقلي و بويلد مسلوق تمام اجز يبقى البيض الايه المسلوق بويلد اجز جام 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 مربة ماركت سيلر ماركت سيلر اللي هو البائع sensible sensible منطقي او معقول choices 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 خيارات nutrients 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 العنصر الغذائية delicious لذيذ nuts 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 مكسرات pool pool سلطانية ديارز 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 اللي هي يوميات او مذكرات اسمها ايه تاني ديارز ديارز عندي هنا important expressions تعبيرات همه and prepositions وحروف جر for lunch for lunch for lunch لوجبة الغداء لوجبة الغداء balanced diet balanced diet balanced balanced يعني متوازن diet اللي هو النظام الايه الغذائي يبقى نظام غذائي متوازن in total in total in total في المجموع الكل يعني مثلا انت دلوقتي روحت الماركت اللي هو السوق جبت خيار وجبت تماطم في حاجة باربعة جنيه في حاجة بخمسة جنيه لما بتيجي تحاسب بتحاسب على الخيار والطماطم المجموع الكل بتاعهم بيحط الاربعة جنيه تمان الخيار على تمان الطماطم خمسة جنيه بقى تسعة جنيه فبيتقال عليهم in total في المجموع الكل act out act out يمثل of course of course بالطبع sensible هنا قلنا sensible منطقي choices اختيارات يبقى اختيارات منطقية sensible choices sensible choices sensible choices choices بعد كده عندي باجي certified read and complete اقرأ واكمل زي sentences الجمل with words from زي بوكس اقرأ وكمل الجمل باللي موجود في البوكس اللي هو المربع shopping 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 التسوق yogurt yogurt اللي هي الزبادي french fries french fries اللي هي البطاطس المقلية nuts 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 اللي هو الايه المكسرات honey honey العسل we use milk نحن نستخدم اللبن to make اكيد ايه عشان نصنع منه اليوغرط الزبادي زي shopping list قائمة التسوق makes makes تجعلني makes me makes me تجعلني remember اتذكر what may i want to buy ماذا يجب او ماذا اريد ان اشتري ماذا اريد want to to يعني اريد تاني زي نقط list makes me بتجعلني قائمة ايه هي اللي بتجعلني remember اتذكر what i want to ما اريد ان اشتري to buy او ماذا اريد ان ايه اشتري يبقى قائمة التسوق زي shopping list bees النحل make يصنع او بيقوم باعداد honey العسل so لذلك they are very useful useful يعني مفيد insects حشرات تبقى مفيدة عندي هنا هي cuts هو قطع زي بوتاتوز البطاطس to make عشان يصنع french fries بطاطس مقلية عندي بعد كده listening script نص الاستماع اللي عندي اول حاجة lovely tomatoes lovely tomatoes يعني بطف السوق ودي ام ابراهيم تمام تمام فبيقول lovely tomatoes lovely tomatoes lovely tomatoes تماطم جميلة come and buy تعالوا واشتري how about buying ايه رأيك تشتري some lovely red tomatoes تماطم حمرا وجميلة بعض من الطماطم الحمرا جميلة بيوجه كلامه الميل لام ابراهيم ردت اقيت له او ايه انا اعتقد ان we need some tomatoes نحن نحتاج بعض الطماطم how much are they كم سمانها قال لها they are a good price they are a good price تمانها كويس they are only هي هي او هي فقط 3 ب 3 جنيه 4 1 كيلو جرام بتلاتة جنيه للكيلو جرام الواحد قالت له اوكي will have a كيلو جرام please please دي المفروض we will هنا معناها سوف اتناول او اشتري اكيلو جرام عايز اكيلو واحد يعني please من فضلك هاوا باوت رد تاني وطمع حبتين هاوا باوت ماذا عن buying some carrots 2 ايه رائك تشتري شوية من الجزر او بعض من الجزر ايضا قالت له no thank you no thank you لا شكرا مام ابراهيم رد قال لها please من فضلك can we have هل تستطيع ان انت تشتري ابينابل الاناناس راح اتقال له yes ابراهيم ماشي يا ابراهيم او نعم يا ابراهيم ماشي let's buy هيا نشتري a nice juicy buynaبل تعال نشتري ananas كثير العثارة وجميل there you go that will be 20 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 ايه جنيه ده البيع اللي قالها ده كان بيجي سيرتي فايف هتكلم عن بيجي سيرتي سيكس البنت بتتكلم مع جدتها بتقول لها او يو ريلي لايك كامنج تو يور هاوس انا بحب المجيء او النقاجي يعني لمنزلك يمين الجرقين ده ايه ما يا جدتي قلت لها ايه لايك ايت وانا بحب كده وانا بحب لما بتيجي تزوريني ايه ندا راحت البنت اي لها we haven't got احنا ما عندناش امانجو تري شجرة منجا in our garden at home في حديقة منزلنا we have got احنا عندنا المنتري شجر زي الايه الليمون قلت لها i know انا عارفة i am lucky انا محزوزة to have one ان انا عندي شجرة ايه مانجا have one يعني عندي واحدة اللي هي من شجرة المانجا would you like ده نظام عارضه بقه would you like هل انت تحبي to have انك تتناولي امانجو ناو تاكلي مانجا يعني دلوقتي قالت لها yes please نعم من فضلك انا اريد ايضا لايك تو هنا بقى انا اود او انا احب ان اتناول لايك تو هاف تمام احب ان اتناول عايزة المانجا بتاعتك دي اند و كوكونات مهلبية لتر وعايزة بعد كده تاكل جزهند وايه مهلبية بس بعديها يعني لتر اللي هي بعدها او في وقت ايه لاحق هاف يو جوت اني كوكونات انت عندك اي يعني من جزء الهند ردت قالت لها ياس اي بوت نعم انا اشتريت بوت جي كانت في الاصل باي باي اشتري ده كده الماضي عشان هي اشتريتهم في هذا الصباح الصبح يعني ياس اي بوت نعم انا اشتريت سم بعد من ايه منها انزا ماركت انا اشتريت بعض من الحاجة دي الصبح في السوق تاني ياس اي بوت نعم انا اشتريت سم انزا ماركت زي سموردنج في هذا الصباح اشتريت منها ايه وانا كنت في السوق يعني الموقف الثالث فيه بنت وفيه اشرف بتقوله اشرف will you come to هل انت سوف تأتي معي للسوق will you come to the market with me with me يعني معي come تأتي to the market للسوق فبتقوله اشرف will you come to the market with me هتيجي معي السوق يا اشرف قال له yes of course نعم بالطبع what do we need to buy دي بقى مش بنت ممكن نقوله دي الام لان هي شكلها كبير شوي فرد قال له yes of course نعم بالطبع what do we need ماذا نحتاج ان نشتري to buy ماذا نحتاج ان نشتري رد تقيت له we need to buy برد هنا نحن نحتاج ان نشتري العيش او الخبز what would you like for lunch تحب تاكل ايه في وجبة الغداء on saturday في يوم الساب تعرف حرف الجر on بيجي قبل ايام الاسبوع بتقول له انت بتحب تاكل ايه في الغداء uncle faisal is coming عمك faisal او خالك faisal جاي قال لها oh i would like koshary انا احب ان ااكل الكشري please من فضلك it's my favorite انه المفضل لدي يعني اوكي are there any onions هل يوجد اي من البصل in the fridge في التلاجة قال لها no there aren't لا لا يوجد so لذلك we need نحن نحتاج توباي ان احنا نشتري بريد العيش ورائس الروز and onions اللي هو البصل and onions اللي هو ايه البصل كمان يعني هو مش عايز بس عيش لا ده عايز بريد ورائس وونيونز ده كان بيج سيرتي six بيج سيرتي seven الموقف الرابع اوكي what do we need to get amal ماذا نحتاج ان احنا نجبوه يا امل قالت له ده ممكن يكون القب تمام ودي ايه امل قالت له mom says mama قالت لي three lemons ثلاث لمونات and some eggs وبعض من البيض here are the lemons قال لها اللمون اهو موجود مثلا وعنجي هنا the eggs ردت قيت له the eggs البيض are over زي رقيت له البيض هناك oh and chocolate two والبيض هناك وعايزة كمان ايه شوكولاتة ايضا two يعني ايضا رد قال لها is it on mom's list ده موجود في قائمة اللي هي القائمة التسوق اللي ماما متجهلنا ده كان موجود في القائمة يعني قالت له no it isn't لا but can i have some please بس انا عايزة ايه can i have هل يمكن اني ان اتناول some please بعض منها رد قال لها اوكي but don't eat it مش هتكلي until حتى after dinner بعد العشا امل يعني يا امل عندي بعد كده listening script نص استماع تاني جانا دي الام وبنتها جانا can you help me ممكن تساعديني unpack ان نفرغ the bags هذه الاكياس please من فضلك قالت لها yes of course نعم بالطبع oh good كويس you bought انت اشتريتي mangos at the market من السوق i love mangos يعني انا بحب الايه المانجا oh and you bought وكمان اشتريتي chocolate delicious لذيذ رحت الامة الى لها put that in the cupboard ضعي ذلك في الخزانة please من فضلك it's for desserts دي من اجل التحلية tomorrow وغدا دي هنحلوا بيها ايه بكرة فهي نفسها فيها قالت لها we only have chocolate on saturdays نحن نتناول الشوكولاتة في ايه في ايام السبت it isn't very healthy it isn't very healthy دي مش صحية جدا يعني okay where shall i put okay where shall i put اين يجب ان اضع زي cookies الكعكة المحلة هحطه فين قالت لها please put them من فضلك ضعيهم in the top اعلى في اعلى الايه cupboard الخزانة you can have انت تستطيع انت تناولي one خديلك واحدة after school tomorrow بعد المدرسة ايه بكرة but لكن just one واحدة بس they aren't very healthy هي مصحية جدا قالت لها okay i will put انا سوف اضع the bananas الموز in the fruit pool هحط الموز في سلطنية الفكهة on the table على الايه الترابيزة ده كان بج 37 بعد كده عندي بج 38 والأم قلت لها thank you شكرا لك is that chicken هل الفراخ in the fridge في التلاجة قلت لها ايه تاني it's four شاورمة دي من اجل الشاورمة for lunch today اللي هعملها في الغدن ايه today اليوم راحت البنت رضي لها yes it's there with the carrots انها موجودة مع الايه الجذر راحت الام الى thank you شكرا لك يا جانا يا جانا يعني do you want ام علي انت عايزة ام علي for dessert للتحلية tonight الليلة i bought انا اشتريت a bag of nuts انا اشتريت كيس مكسرات قلت لها yes please نعم من فضلك mom يا mama that's my favorite ده المفضل ايه انه المفضل يعني look listen and read انظر واستمع واقرأ hello what would you like مرحبا ماذا تحبين قلت له i would like some carrots اود بعض الجزر please من فضلك رد قال لها ولا هي كملت هي كملت are there any tomatoes هل يوجد اي سمار من الطماطم تمام yes look there are lots of tomatoes هي بقى مش وجهت برضو الكلام لي بتتكلم هنا مع بنتها نعم انظري يوجد الكثير من اي سمار الطماطم يبقى هنا كان الكلام هو والست اللي واقفة بيقولها hello what would you like مرحبا ماذا تحبين قالت له i would like some carrots please اود بعض من الجزر من فضلك راحت موجهة الكلام لبنتها بتقول لها are there any tomatoes هل يوجد اي من سمار الطماطم البنت قالت لها yes look there are lots of tomatoes نعم انظري يوجد الكثير من سمار الطماطم بعد كده would you like an orange هل تودين البرتوكولة ردت yes please نعم من فضلك can i have some البنت قالت لها هل يمكن الحصول على بعض العنب أيضا can i have some grapes too الراجل بيقول لها هوا باوت ماذا عن buying شراء some lemons ايه رأيك تشتري بعض من lemon and binapples too ومن الاناناس أيضا قالت له لا شكرا كفاية no thank no شكرا that's all need for now هذا كل ما اريده الان تمام كده طيب عايز اتكلم هنا عن language functions الوظائف اللغوية making suggestation making suggestations لما تيجي تقدم اقتراحات بهوا باوت اعرف ان هوا باوت بيجي بعديها يا اسم يا فعلي فيه ing infinitive الفعلي يعني في المصدر هاتطلو ing انا دلوقتي باجي بقدم اقتراح هوا باوت ماذا عن having اعرف ان having دي كانت تناول لما بحط لها ing اي فعل اخر اي باحذف الاي لما باجي بحط ing having تمام وانا قيلة بعد ها واباوت لازم يجيلي فعلي فيه ing يا اما اسم انا هنا عايز الفعلي بقى حط له ing ها واباوت ماذا عن having fish تناول السمك for lunch في وجبة الغداء تمام عندي تاني حاجة asking and answering سؤال او توجيه السؤال والاجابة على questions الاسئلة about food at the market توجيه اسئلة والرد عليها عن الطعام في السوق what بنسأل بايه what would you like ماذا تودين what would you like what يعني ايه ماذا would تري اي هنا مش تريد تريد يعني want هنا تود what would you like ماذا تودين تمام ازاي عايزة ايه يعني قلتلو i'd جي بقى اختصار ايه would تمام اختصار would i'd like انا اود some olives زيتون olives olives الزيتون انا عايزة بعض من ايه الزيتون are there any tomatoes هل يوجد اي من سمار لطماطم اعرفوا يا جماعة ان there or يوجد لجامع بيجي بعديها اسم جامع انا لو جبت or في الاول بتبقى سؤال يعني هنا بتبقى full a stop there or بيجي بعديها ايه اسم جامع يعني there or you got tomatoes there or tomatoes you got tomاطم انا لو جبت or هنا بقت سؤال تمام معناها هل يوجد هنا هل يوجد برضو بيجي بعديها جامع or there any tomatoes هل يوجد اي من سمار الطماطم السؤال بتاع هل زي في اللغة العربية زي في اللغة الانجليزية yeah yes no انا عايز اقول yes يبقى yes there or طب لو no no there aren't هنا بقى الاجابة ياللي yes there are نعم ايه يوجد عندي offering something politely عرض شيء بطريقة مهزبة would you like yeah اما بعديها some yeah اما بعديها a or an عادي المهم السؤال او اما تيجي انت تعرضي would you like تحبي كذا بص كده معي would you like would you like جاء بعديها ايه some تمام would you like would you like some limonade would you like some limonade هل تريد بعض من عصير الليمون تاني would you like some limonade بص بقى معي انا لما بسأل حد بتحب ايه او تود مثلا ايه هو بيرد على يقول ياس نعم بالطبع يقول ياس بليز نعم من فضلك فهنا هتقول ياس بليز i would هي ايد زي ما انا قلتها فوق ده كان بيج سيرتي ناين هتكلم عن بيج فورتي عند طلب شيء بطريقة مهزبة بقول ايه بقى انا ده في الطلب can i have some بصوا جميع لو تلاحظوا هنا ان انا عندي some بتيجي في السؤال بس في حكتين بس في نظام العرض والطلب some بتيجي في حكتين بس في نظام العرض والطلب انا هنا ده كان في نظام العرض بعرض على فلان بقول would you like some بيجي بعديها عادي يا كمية يا ممكن يجي بعديها حاجة بتتعد حاجة فيها S مثلا فهنا would you like some lemonade would you like some lemonade هل تريد بعض من عصير اللمون فأنا هنا ده نظام ايه عرض بعرض عليه تحب ايه هل انت تحب كذا فsome ما بتجيش غير في السؤالين دول فقط وانت مغمد اول ما تلاقي سؤال اوله would you like تحط له some وفيه سؤال تاني اللي انا هقولولك في صفحة 40 عندي بتجي 40 اللي هي قلتلك بتسأل can I have برضو فيها some تمام can I have ده بقى نظام الطلب can I have هل يمكنني الحصول على some water please فهنا جاي لي برضو ايه some يبقى وانت مغمد would you like وcan I have بيجي معهم some عادي يجيلي بعديها كمية ممكن يجيلي بعديها شيء معدود مفيش مشكلة can I have some water please هل يمكنني الحصول على بعض من الماء من فضلك برضو الاجابة عادي yes of course نعم بالإيه بالطبع تمام مش هتنفع بقى معاها yes please انا الوقتي بقولك هل يمكنني الحصول على بعض من الماء من فضلك مينفعش تقول لي نعم يعني نعم من فضلي أو من فضلك لا نعم بالطبع هنا yes of course إجابتها حاجة واحدة yes of course بص معايا هنا read and complete the following dialogue with where this from the books اللي ايه من المربع هتكمل بالحاجة دي some about please course would فهنا الماركت سيلر اللي هو الباقع بيقول له hello what you like what would you like what would you like what would you like ماذا تحب راح امام الام عدت له i would like بص هي عندك في الإجابة ما هنا هي بعد انت لو شلت أداة اللي استفهام هتقول you بتبقى i بتعمل مص i would like i would like انا احب 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 بعض الجذر من فضلك تمام كده سام غير السؤال بتيجي فيه الجملة المثبتة يعني وتاني شرط ليها ما تكونش الجملة منفية لان في حاجة تانية بتيجي مع الجملة المنفية لما ايجي لسام واني هشرح لك بالتفصيل فانا عايز ببعض i would like some carrots please انا احب او 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 بعض من الجذر ايه please من فضلك تمام كده الماركت سيلر قال لها would you like an orange هل انت تريدي او هل انت تودي orange برتقال اذا هتقيل له yes اكيد course نعم بالطبع تمام كده نعم بالطبع بعد كده الماركت سيلر how about ماذا عن ايه رأيك يعني some lemon زنو ترك بعد how about what about الاتنين عادي على فكرة ماذا عن او ما رأيك يعني سام lemons ممكن بيجي لك بعد هيا فعلي في ان ج هيجي لك ايه اسم رحت mom no thank you لأ شكرا عندي كده بعد كده countable and uncountable نوينز الاسماء التي تعد والتي لا تعد ال countable نوينز الاسماء التي تعد الاسماء التي تعد هي اللي ليها مفرد وجمع زي مثلا عندي هنا كلمة بن a بن الجامعة بتاعها pens تمام انا دلوقتي عندي الاسماء المفرد او الاسم المفرد الذي يعد بيكون مسبوك بايه بأداة نكرة a وan طب امتى تيجي a وامتى تيجي an بصوا جماعة انا ممكن اشرحها هنا انا دلوقتي بتجي an قبل الاسم المفرد الذي يعد اهم حاجة يكون بيتعد تمام المبد بحرف متحرك تاني an تأتي قبل الاسم المفرد الذي يعد بس يكون مبدوع بحرف متحرك ايه هي اللي هو الفاولز يعني او هما الفاولز الا والاي والاي والا واليو تمام لو بداية الكلمة او الاسم يكون اهم حاجة شرطه الاساسي يكون مفرد ويعد يكون مفرد ويعد تمام بياخد an زي عندي مثلا هنا an apple تمام كده فعندي هنا بادئ بحرف ايه فاولز حرف متحرك an قبل بص عندي كمان an ice cream في عندي هنا an umbrella باريلا تمام هنا حرف الا اليو هنا الا اول ما تلاقي الكلمة فيها او في البداية بتاعتها اي او او اي او بص كده مثلا an egg an elephant تمام يبقى كده ايه تاني an ox طور واحد an دي بتجي ايه معناها واحد يعني an egg بيضة واحدة an umbrella شمسية واحد an ice cream بيبقى ايه ice cream واحد معي فانا هنا منفعش اقول a ox a egg لأ بحط an يبقى an تأتي قبل الاسم المفرد الذي يعد بيكون مبدوء بحرف متحرك تمام الخمس حروف دول اي حرف غير الخمس حروف بيبقى consonant بيبقى ساكن ياخد a زي a bin مثلا a bin a boy لو بصش يعني هنا اولها b هنا اولها b تمام a girl ده يعني باختصار الفرق ما بين a و an نرجع لما رجوعنا بيقول لي countable nouns يعتبر الاسماء التي تعد ولها مفرد وجمع الاسم المفرد الذي يعد بيكون مسبوك بأداة نكر a ا عندي an apple طفاحة واحدة طب انا عايزة اخليها جمع بحذف an وحط s بقت apples تمام apples طفاح كتير كده a potato هشيل a لو انا مش عايزة مفرد potatoes يبقى الcountable بيكون اسمه مفرد يعد تمام بيكون مفرد وليه جمع امان هنا ممكن ده يعتبر الجمع الشاز اللي من غير s امان من رجال يعني مش لازم كل الجمع تحطله s لا في جمع شاز زي children اطفال فده يعتبر كل اللي انا بقوله كountable نون زي اسماء تعد تمام في عندي مثال هناك زامبل بيقول لي بوتاتو زي البطاطس هنا عشان فيها s يبقى ايه جمع يبقى نحط لها or تكون my favorite food طعامي المفضل تمام دي countable نون اسم يعد عندي هنا uncountable نون زي الاسماء التي لا تعد هي الاسماء التي ليس لها جمع يعني الكميات بمعنى صح وتعامل معاملة المفرد ومن الممنوعات انت تحط لها a ou an من المستحيلات ما ينفعش لان a ou an للاسم المفرد اللي يعد انا بقول لك ده لا يعد يعتبر كميات بيتعامل معاملة المفرد يعني تحط له از عمر ما يتحط له or زي salt الملح الملح هن أسفة تشيز جبنة ده برضو من الكميات تاخد از وما بتتعد شجر سكر مش سكرايا سكرايا السكر كمي على بعض فده بيتعامل معاملة المفرد مالك لبن ووتر الماء همس التحين الحمص فيه كمان ميت لحمة اللحمة كلمة بسطة الماكارون الماكارون كميات ماء ماء صوص الصالصة صوص الصلصة صوص مت اللحمة اس ماء ماء التحين كمية حال اصد دي كمية لا تعد تمام كده قالك تاني بنستخدم ا قبل الاسم المفرد المعدود تمام ا قبل الاسم المفرد المعدود او الاسماء المفرد المعدودة التي تبدأ بحرف كونسننتسي كان زي ادوج اهي اولها دي ا فوكس اه سعلب اوله اف امان رجل برضه اولها اي ام اما اين قبل الاسم المفرد اللي ايه المعدود اللي بيعد بس بادئ بصوت متحرك بحرف متحرك زي اين الفانت اولها ايه بحط لها اين اين قبل بحط لها ايه اين اونيون بصلايا واحدة تمام انا هشرح سامو ايني في فيديو اخر في نهاية الفيديو اتمنى ان هو يكون نالعلى اعجابكم ما تنساش اضغط لايك واشترك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته